مباراة اخرى كانت بين سموح النهاردة ويه بلدات المحلة وسموح الفاسة هنا بقى اوقف بقى هنا نتكلم انا اوقف اوقف واتشكلش لا لا اوقف اوقف انا نتكلم انا ومكريم حاجة مهمة جدا بلدات المحلة من الاندية الجماهيرية اللي بيعشاقها الناس في الغربية وفي المحلة بشكل كبير جدا قدروا يعملوا مباراة كبيرة جدا الماتش اللي فات مع نادي المقولين العرب وكسبوا 2-0 وكان يقدر يخلص النتيجة ده 5-6 انا اتفرقت على الماتش ده حاجة بصراحة ممتعة عملوا كل حاجة في الكرة تعال هنا شوف في الكرة السابتة دي ضربة روخنية ايه موقف التلات لعيبة اللي واقفين التلاتة بالشكل ده يا كاريش اوقف هنا شوف ليه بقى دي كده قول ليه كده ده الهدف الاول هنا التلاتة دول هل هم مسكين بعض يعني هو التكليف هنا من كابتر عبدالرقوف اللي بهنية وبحيين وعمل ماتشات محترمة جدا وعنده 19 موقع مع نادي البلدية بلعيبة صغيرة في السن ومعندهاش الخبرات الكافية بس الشغلي ده بالاخص الكرات السابتة والتوقفات والحاجات دي دي بتاعت مدير فني يا خاتر عبدالرقوف التلاتة دول بيعملوا ايه هنا التلاتة مع بعض بالشكل ده هو مؤكد انه تكتيك من الكابتن احمد عبدالرقوف اكيد هم دول مشوافين بمزاجهم بس انا بصراحة برضو معرفش كابتن احمد كان بيفكر فيه انا مش عارفها اه يعني اكيد لو فكري يعني بالزبط كده يعني انت ايه الموقف هنا انا ما بفكر ان انا وقف حتى لو وقفتها هوقف اتنين لعيبة واحد بياخد القائم الاولاني مع العرضة واحد بياخد الحتة مع بداية الستة كده تحت الستة الخطوة كده تعال انكملها عشان نشوف اللي حصل مشي الكرة بقى شغل الكرة كده حرق بص الكرة هنا خلاص التلاتة بقى بره لايه خلاص اتضربه بقى بره اللعبة وحنا الراجل جاي فاضي هو الواحد ومحدش ماسك بص الكرة محدش ماسك حد طب يبقى هنا في خطأ في التمركز في خطأ في التمركزات الدفاعية طبعا قدت الى الهدف الاول بالشكل الغريب اللي احنا شايفينه بالشكل ده نشوف اللي بعده شبه شوف الهدف التاني اوقف بقى هنا اوقف بص هنا قل لي هنا مين وكرة بتتلعب بالشكل ده من المدفعين نادي بلدية المحلة كمل سنة كمل شوية ماشي شوية بعد ما كرة تحرك بص هنا اللعيبة تحركت من هنا ماسك ده فيه تند راحه على مدافع وده التالت وراهم في ظهرهم فاضي الواحده طب انا في القراط السابتة دي ازاي ما بديش تعليمات لكل واحد موجود انت كمدير فني ليك سيناريو بتقوله في المباراة من ضمن السيناريوهات اللي انت بتشتغل عليها القراط السابتة مظبوط كل واحد هيمسك مين ومعه مين ورقم مكام وده حاجات ده ما فيهاش هزار في الملعب ما انفعش ان احنا هتبقى اكتر من كده فطبعا كلفت النادي البلدية الهدف التاني الكرتين هدفين من القراط السابتة بص هنا الكرة هنا في نص ملعب نادي سموحة بالمنظر ده اهو الراجل يعمل اللونجة بص طويلة يروح هنا الراجل الطرف هنا بالشكل ده يعمل الكرة من نصف خمسة واحد على خمس لعيبة ولا اتنين على خمس لعيبة من لعيبة البلدية لا لا اهو في نقطة في نقطة في نقطة بص اللعب تسوح وقف وقف بس ارجع بقى ارجع بس هنا فيه اتنين اهو بيجري في وسطهم طب انا النهاردة الراجل رقم سبعة ده بيفكر في الراجل اللي في قلب الملعب اللي بيجري معاه ده اقرب واحد لكرة ها ولا بيفكر في الباك الطرف ما انفعش بقى لازم ان انا كن تقفل على جوه والراجل الرقم سبعة ده يجري يقفل الملعب لجوه عشان يقدر يلحق الكرة ما بقاش احنا خمسة على اتنين بالمنظر ده وفي الاخر يتم احراز هدف بسهولة وان انا اخصر في ايتي دي قلة خبرات من مدفعين المنظر ده هيبقى اربعة وراء اللاعب المهاجب بالزبط كده بالشكل ده وتبقى قلة خبرات طبعا كبيرة طبعا الجنة اللي بعده ده محمود ماهر الراجل عنده مساحة كبيرة جدا يلعب للباكليفت بتاعه شايف عنده مساحة كبيرة جدا عنده مساحة ان هو يلعب كرة لونج بس طويلة انما في الاخر بيديها لمهاجم نادي سموحة عشان يكلف نادي بلدية المحلة اللي هدف الرابع دي قلة خبرات انا حراس المرمى اما تلاقي الفرقة بتاعتك مش في حالاتها لا انا اعمل الكرة طويلة وخلص نفسي مشتغلش على ان انا ابني الهجمات بالشكل ده